اشتركوا في القناة وظائف ينبغي أن نحرص عليها جميعا الوظيفة الأولى كلما نقص الشهر زد أنت في العمل كلما أخذ الشهر في النقص زد أنت في العمل كلما قرب السباق من الانتهاء يزيد يزيد الرياضي يزيد قوته ويزيد انتفاعته ويزيد ركده وهرولته يزيد في العمل فرمضان مضمار الله سبحانه وتعالى جعل رمضان مضمارا لخلقه سباقا لخلقه سبق فيه قوم ففازوا وقعد فيه آخرون فخابوا وخسروا إذن زد في العمل فالأعمال بالخواتيم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدقلها ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خاتمته وخير أيامي يوم أن ألقاك خير عمري آخرة خير عملي خاتمة اختم بخير الأعمال بالخواتيم زد في العمل ولك أسوة في سحرة فرعون سحرة فرعون كانوا أول النهار سحر فجرة وكانوا في آخر النهار شهداء بررة وما سجدوا لله عز وجل إلا سجدة واحدة قط الأعمال بالخواتيم فألقي السحرة سجداء قالوا آمنا برب هارون وموسى سجدة سجدة واحدة قط سجدة واحدة فقط فقط الأعمال بالخواتيم وكم بقي من رمضان فلنختم بخير يا عباد الله هذه الإشارة الأولى الوظيفة الثانية يقول سبحانه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المسلم يشعُر بما أنعم الله عز وجل وما فتح له من أبواب خير كثير في رمضان فالصلاة نعمة والصيام نعمة وتلاوة القرآن نعمة والتوحيد نعمة والاستغفار نعمة وذكر الله عز وجل نعمة وليلة القدر نعمة والتراويح نعمة ولعلكم تشكرون فاستحضر هذه النعمة الدينية التي أكرمك الله عز وجل بها في رمضان وزد شكرا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم إن شكرت هذه النعم يزيدك الله سبحانه وتعالى بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى الوظيفة الأولى زيادة العمل والختم بخير والوظيفة الثانية الشكر أن نلهج دلهج ألسنتنا بالشكر الوظيفة الثالثة الاستغفار 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 عقب كل عمل صالح عقب الصلاة نستغفر ثلاثاً كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً طب ليش؟ هل كان عم يعصيه؟ هل المصل لما نستغفر عقب الصلاة؟ هل كنا في معصية أم كنا في صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وتسبيح؟ طب ليش؟ ما هذا المعنى؟ لماذا؟ أحجاج بيت الله الحرام إذا قضوا مناسكهم ختموها بالاستغفار ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اختموا حجكم بالاستغفار لأن الأعمال كلها تختم بالاستغفار حج عبادة بدنية ومالية وقلبية وفيها من الزكر وفيها من المشق ما فيها ومع ذلك يختم الحج بالاستغفار لماذا؟ لماذا؟ قيام الليل يختم بالاستغفار كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون مدوا صلاتهم إلى السحر صلوا قيام الليل ومدوها إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون طب ليش؟ هل كانوا في معصية؟ هل كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كفارة المجلس وختم المجلس سيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً قط ولا تلى قرآناً ولا تلى قرآناً ولا صلى صلاةً إلا ختم بهذه الكلمات فقلت يا رسول الله ما جلست مجلساً قط ولا تليت قرآناً ولا قرأت قرآناً ولا صليت صلاةً إلا ختمت بهذه الكلمات قال نعم قال نعم فإنها إن كانت خيراً كانت كالطابع عليها ختم له بخير إذا كان هذا الكلام أو هذه العبادة أو هذا المجلس كان فيه كلام خير كان كالطابع هذا الكلام اللي حيقوله الآن كان مثل طابع في الخاتمة تزين فيه هذا المجلس وتوسق فيه هذا المجلس تختم وتطبع وتوسق فيه هذا الأمر كالطابع عليها تفتح لك يوم القيامة لا تفتح إلا يوم القيامة لتجد أجرها وإن كان شراً أو لغواً كان كفارةً لها يعني إذا كان في المجلس لغو غيبة نميمة كان كفارةً لها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذن الأعمال تختم بالاستغفار والمجالس تختم بالاستغفار ورمضان يختم بالاستغفار ولذلك أكثروا الاستغفار فإن الله عز وجل فإن لله سبحانه وتعالى ساعات لا يرد فيها سائلاً فأكثروا من الاستغفار عودوا لسانكم الاستغفار عودوا لسانكم الاستغفار قولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لماذا الاستغفار؟ هل عبدت الله عز وجل حق عبادته؟ هل وفيته حقاً؟ هل أنت راضٍ عن صيامك؟ هل أنت راضٍ عن صلاتك؟ صيامك أمن خرق بغيبة؟ أمن خرق بنميمة؟ أمن خرق بلغوٍ؟ أمن خرق بنظرةٍ؟ أمن خرق بأكلٍ فوء الحد من حلال إن لم يكن من حرام نعوذ بالله من ذلك؟ أمن خرق بكل ذلك؟ أما نحتاج إلى ما يرقع صومنا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الغيبة تخلق الصوم والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يأتي بصوم مرقع فليفعله إبليس يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً هكذا يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً كان أحد الصالحين كان أحد الصالحين يدعو الله عز وجل في آخر رمضان يقول اللهم ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعفوا عني شوف الخوف يتملكهم الخوف مش إنه صمنا النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يقول العبد صمت رمضان كله ليش لعل هناك نقص لعل هناك خلل هل أنت مأكد؟ هل أنت متأكد؟ كره صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لهذا المعنى صلى الله عليه وسلم ولذلك اللهم ارضى عننا فإن لم ترضى عننا فاعفوا عننا أحد الصالحين كان يدعو يا رب اللهم أجرني من النار ومثلي يجرؤ أن يسألك الجنة أن يسألك الجنة اللهم أجرني من النار معني شوي يكون عننا شوي التواضع معني وذل بين يدي الله عز وجل واستكانه اللهم أجرني من النار ومثلي يجرؤ أن يسألك الجنة ولذلك كانوا يعملون العمل الصالح فإذا فرغوا منه استغفروا وركبهم الهم هل يقبل منهم أم لا اللهم ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك وما ذكرناك حق ذكرك يا رب سبحانه وتعالى يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل سبحانه وتعالى رب كريم إذن الوظيفة الثالثة لاستغفار عودوا لسانكم الآن في هذه الأيام أن نختم رمضان بالاستغفار الوظيفة الرابعة زكاة الفطر نختم بها شهرنا طهر للصائم وطعم للمساكين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام صلى الله عليه وسلم على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد فرض على الجميع صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من اللغو والرفث حكمة زكاة الفطر أنه هي تطهر صومك لعله يكون فيه خلل تجبر ما في الصوم من خلل تجبر ما كان فيه من خلل عن مثل سجدة السهو في آخر الصلاة تجبر ما كان في الصلاة من سهو ومن خلل وكذلك زكاة الفطر في آخر رمضان هذا من معانيها وطعمة للمساكين طعم للمساكين المسلم لا يفرح وحده بالعيد يفرح غيره يفرح من حوله السعيد من سعد به إخوانه هكذا كانوا يقولون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ثم قال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة يعني صلاة العيد ومن أداها بعد الصلاة فهي صدق من الصدقات حكم زكاة الفطر من سنة ومن من دوبة ومن مباحة واجب فرض فرض يخرجها الرجل عن نفسه وعن أولاده وعن من تلزمه نفقتهم يخرجها صاعا من طعام وخدرها سماحة المفتي في هذا العام بأربعمائة ألف عن كل رجل عن كل شخص تنفق عليه تلزمك نفقته وبذلك نحكي عن باب النفقات في الشريعة الإسلامية باب طويل ما تسع الخطبة له ولكن كل من تلزمك نفقته من زوجة وولد وآباء وأب وأم إن كانوا فقراء تخرج عنهم تخرج عنهم فهي زكاة زكاة مفروضة فرضها صلى الله عليه وسلم وورد في الأثر صوم رمضان معلق بين السماء والأرض معلق بين السماء والأرض لا يُرفع يعني لا يُقبل قبولا تاما إلا بزكاة الفطر إلا بزكاة الفطر ولذلك وإن نخرجها قبل صلاة العيد تستطيع إخراجها من الآن نعم تستطيع إخراجها من الآن تستطيع إخراجها مالا نعم تستطيع تخرجها مالا نعم وهي أنفع للفقراء فتقدر المقدار الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام كم يبلغ المالا فتخرجها مالا كما قدرها المفتي فأجزاه الله خيرا أمر أخير ليلة القدر وظائف ليلة القدر من حرمها حرم الخير كلها قال ولا يُحرمها إلا محروم قال صلى الله عليه وسلم ليلة العظم والشرف من أحياها صار ذا شرف سبب تشريفها أن القرآن نزل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة مباركة ليلة السلام والسلامة سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة خير من ألف شهر ليلة يكثر فيها نزول الملائكة إلى الأرض تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة هذه صفاتها كيف نفرِّط فيها يا عباد الله بليلة قد ينصلح حالك بليلة يُقدَّر يُقدَّر ويُحكَم فيها مصيرك إلى عام قادم إلى عام قادم إلى مثلها من العام القادم كيف نفرِّط فيها وذلك إذا قيل لرجل إن عملت شهراً حتتقاضى آخر هذا الشهر رواتب 83 سنة رواتب 83 سنة إذا عملت شهر فكيف بليلة؟ كيف سألنا ليلة؟ عشر ساعات عشر ساعات ليلة ليلة وينبغي أن نعلم أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأخير من رمضان ليست هي ليلة بعينها كما يظن البعض هي متنقلة تتنقل بين ليالي العشر الأخير جمعاً بين الروايات والذي عليه الآئمة والذي عليه جمهور الفقهاء أنها متنقلة في العشر الأخير التمسوها في العشر الأواخر من رمضان قال صلى الله عليه وسلم وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نساها يعني نسيها صلى الله عليه وسلم قرج ليخبر بها فتلاحى رجلان اختصم رجلان اختصموا فتلاحى رجلان فقال رفعت يعني رفعت من ذكري نسيتها ولعله يكون خير لكم ولكن يعني سبب الخصومة والعداوة والتنازع يذهب كثير من البركة بسبب الخصومة والتنازع تذهب ونحرم كثير من البركات هي ليلة مباركة والبركة هي الزيادة فلنحرص عليها يا عباد الله ولنسامح ولنعفو كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقف في المصلى يقف في الليالي في ليالي العشر الأخير من رمضان يقف عند المنبر فيقول اللهم من كان له يعني مني يعني من عرض شيء فأنا يعني أتحلله يعني خلص ما سامحته ثم يقول يا رب اللهم إني عفوت فاعفو اللهم إني عفوت فاعفو وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إذن وظائف ختم شهر رمضان المبارك أولا زد في العمل واختم بخير ثانيا الشكر ثالثا الاستغفار رابعا زكاة الفطر خامسا الحرص على أحياء ليلة القدر فيما تبقى من رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم